بسم الله الرحمن الرحيم وكان معروفا بعلاقته القوية بالإنجليز بدأ حياته سياسيا معارضا للإنجليز ثم ما لبث أن انقلب مؤيدا لهم وتمثل مذكراته صفحة مهمة من التاريخ المصري وفيما يلي المذكرات كتاب بعنوان مذكراتي تأليف إسماعيل صدقي إلى القارئ عندما طلبت مني جريدة المصور نشر هذه المذكرات لم أكن دونت منها شيئا لأني لم أهتم بنفسي طول حياتي ولم أفكر في أن أدون مذكرات لي أو على الأصح لم يكن لدي من الوقت فسحة لأن أكتب عن نفسي أو أجمع صورا لصبايا وشبابي وكهولتي وما اشتركت فيه من أحداث على نحو ما يفعل البعض إلا ما سجلته لي الصحف لأن هدفي في الحياة أن أعمل في الميادين العامة وأن أؤدي واجبي وأصرف نشاطي فيما ينفع وفيما يعود بالخير على المجموع ولهذا طويت خمسين عاما في هذه الميادين دون أن أجلس إلى مكتبي لأكتب عن حياتي وأشغل الناس بشخصي لكن حياتي العامة هي مادة من حياة الأمة التي خدمتها طيلة هذه السنين وقد يكون في تدوين حوادثها ما يساعد المؤرخ الذي يريد تحقيق تاريخ مصر الحديث ويكشف اللثام عن أسرارها لأن اشتركت في الكثير من الأحداث الكبرى وفي مراحل التطور المصري منذ فجر القرن العشرين إلى اليوم وقد اعتاد رجال الغرب أن يدونوا مذاكراتهم واعتبروها فرضا على الجيل الحاضر للأجيال المقبلة وجزءا متمما لتاريخ الأمة ولذلك استجبت لدعوة المصور وبدأت أملي هذه المذكرات بقدر ما تسمح به الذاكرة وأنا جد حريص على تدوين الحقائق إسماعيل صدقي نشأة الأولى ولدت في الخامس عشر من يونيو سنة 1875 بالإسكندرية في عهد الخديوي إسماعيل فأنا الآن في الخامسة والسبعين من عمري وقد مرت هذه السنون بحوادثها الكثيرة سريعة شأن كل زمان على نحو ما قال المرحوم أحمد شوقي بك إن سبعين تقضت لم تكن غير ثواني هي كاللحظة إن قيست إلى عمر الزماني وكان إسماعيل صديق باشا المفتش ووزير الخديوي إسماعيل وقت ولادتي في أوجي مجده وسلطانه فسماني والدي باسمه كما هي عادة الناس حين يسمون أبناءهم بأسماء العظماء والوزراء المشهورين وهو اسم يجمع بين اسمي الخديوي ووزيره المعروف وحدث بعد ذلك بقليل أن غضب ولي الأمر على وزيره كما غضب هارون الرشيد على جعفر البرمكي وعبثت به الأيام ووقعت الواقعة وذهب ولم يعرف إلى أين ذهب فخشي والدي أن يكون في اسمي واقتئذ ما يشعر بولائه للوزير المنكوب فأسرع بتحويره من إسماعيل صديق إلى إسماعيل صدقي ومن ذلك العهد عرفت بهذا الاسم والدي ووالدتي نشأت في بيت مصري بل في بيت من صميم الريف المصري اشتغل منذ أواصط القرن التاسع عشر بالحكم وسياسة الدولة وكان أفراده على حظ من العلم والتعليم والثروة والجاه فكان والدي أحمد شكري باشا من كبار رجال الحكومة في عهد الخدوي إسماعيل والخدوي توفيق وكانت والدتي فاطمة هانم كريمة محمد سيد أحمد باشا رئيس ديوان الأمير محمد سعيد باشا ابن الأمير محمد علي باشا الكبير وقد درس والدي في مدرسة القلعة وتلقى فيها علم الإدارة الملكية بين قوسين الحقوق ثم انتخب للسفر إلى فرنسا في أول بعثة أرسلها الأمير سعيد باشا للتخصص في العلوم السياسية وكان عدد أعضاء هذه البعثة 21 تلميذة ومن زملائه فيها محمد راتب باشا سردار الجيش المصري المشهور في عهد الخدوي إسماعيل والقائد أحمد راشد حسني باشا ويوسف النباراوي باشا وهو من بلدة الغريب التابعة لمركز زفتا ولما أتم دروسه في فرنسا عاد إلى مصر سنة 1861 والتحق بخدمة الحكومة وتقلب في وظائفها إلى أن أصبح محافظا للقاهرة فوكيلا لوزارة الداخلية ومن الوظائف التي تقلدها مدير إدارة عموم السودان وملحقاته أيام الثورة المهدية وكانت هذه الوظيفة موجودة حتى ذلك الحين وقد تقلد منصب مدير أسيوت وأحيل إلى المعاشي وهو كيل للداخلية وظل به عشر سنوات ثم أدركته الوفاة سنة 1895 سعيد باشا يعتقل جدي كان جدي محمد سيد أحمد باشا أبو والدتي وابن عم أبي من أصحاب المكانة والحظوة عند الأمير سعيد باشا وكان يجيد اللغة العربية إلى جانب إجادته التركية ويعتمد عليه سعيد باشا في تحرير رسائله الرسمية والخاصة وكان يسكن قصرا فخما بشبرى وعنده من الخدم والحشم الكثيرون وأذكر أني رأيت في طفولتي بهذا القصر ثلاثين جارية سوداء وثلاثين جارية بيضاء عاد الطهاء والخدم الآخرين بعضهم ممن يسمونهم المماليك وهم من أصل شركسي وكان الأمير سعيد باشا يؤثر جدي بالكثير من عطفه ورعايته فأثار ذلك كوامن الحقد والحسد في نفوس بعض الرجال الحاشية وكان الأمير مع طيبة قلبه وميله للخير ضعيف الإرادة كثير التقلب والتردد ينصع إلى آراء مخالطيه سريع التأثر بما يسمعه سريع الغضب قريب الرضا وحدث أنوشي عنده أحدهم بجدي فغضب عليه ذات يوم وهو لم يعرف لماذا غضب ولكنه يعرف أنه فوجأ بالقبض عليه واعتقاله في قلعة أبي قير بلا تحقيق فمكث معتقلا بها تسعة أشهر حتى أشفق عليه أصدقاؤه ومريدوه وظنوا أن الأمير لكثرة مشاغله قد نسيه في معتقله فأوعزوا إلى نجليه الصغيرين أمين والد عباس سيد أحمد باشا ومحمود بأن ينتظر سمو الأمير عند خروجه من القصر ويرتمي على قدميه ضارعين له بأن يفرج عن أبيهما وذات يوم خرج سموه من قصر الرأس التين وحوله رجال الحاشية فتقدم الصبيان وارتمي على قدميه يقبلانهما ويلتمسان العفو عن أبيهما المعتقل فسأل سعيد باشا عن أمرهما فقيل له إنهما نجلا محمد سيد أحمد بك بين قوسين باشا فاستدرت حالة الصبيين عطفة فأمر توا بالإفراج عنه بركت غطاص كان جدي جالسا في القلعة لا يدري شيئا مما حدث وقد بلغ به اليأس مبلغه وإنه لكذلك إذا برسل الأمير يأتون إليه ويطرقون معتقله فأوجس منهم خيفة ولكنهم ما لبثوا أن بشروه بعفو الأمير وأمروه بأن يذهب لمقابلته بقصر الرأس التين خرج سيد أحمد باشا مغتبطا بهذا العطف الكريم وذهب لتقديم الشكر لسمو الأمير فقابله سموه مقابلة حسنة وشمله برعايته ومنحه حجة تتضمن تبرع سموه له بضيعة من أملاكه الخاصة بمديرية البحيرة حاليا محافظة البحيرة مساحتها 900 فدان في بيركت غطاص أي عن كل شهر قضاه في المعتقل 100 فدان وهذه الضيعة هي التي أقضي فيها بعض أوقات راحتي إلى الآن وبمناسبة بيركت غطاص أذكر أنني قرأت في مذكرات نابليون أنه عند مغادرته لمصر في نهاية الحملة الفرنسية بات فيها تلك الليلة التي سبقت يوم إقلاعه من البلاد المصرية إلى فرنسا دخولي مدرسة الحقوق كانت الثقافة الفرنسية هي أولى الثقافات الأجنبية التي يقبل عليها الناس في ذلك الحين ولما كان والدي قد أتم دراسته في فرنسا وتثقف بثقافتها فكان طبيعيا أن يختار لنجله هذه الثقافة فأرسلني في السادسة من عمري إلى مدرسة الفرير فكان لها الفضل في إتقاني للغة الفرنسية وقد مكثت بها حتى حصلت منها على البكالوريا سنة 1889 ولما لم تكن المدارس الأجنبية تعني بدراسة العربية يومئذ عنايتها بها في الوقت الحاضر فقد كنت أشعر بقصوري في هذه اللغة أثناء وجودي بها حتى إذا انتقلت منها إلى مدرسة الحقوق بدأت عنايتي بإتقان اللغة العربية خصوصا وقد كان من أساتذة بعض فطاح لهذه اللغة وآدابها أمثال المرحومين حنفي بيك ناصف وسلطان محمد بيك وعلى ذكر التحاقي بمدرسة الحقوق أذكر هنا فضلا للمرحوم علي مبارك باشا ناظر المعارف فقد كانت سني وقت حصولي على البكالوريا لا تتجاوز الرابعة عشرة وكانت السن القانونية للملتحقين بالسنة الأولى في هذه المدرسة لا تقل عن الخامسة عشرة فكان القانون يقضي بحرماني من دخولها حتى أبلغ هذه السن فلما اتصل ذلك بناظر المعارف أذن باستثنائي من هذه القاعدة وأصدر أمرا خاصا بقبولي في هذه المدرسة مع مصطفى كامل دخلت مدرسة الحقوق وكان من زملائي في الفصل محمد توفيق نسيم وأحمد لطف السيد ومن زملائي في المدرسة مصطفى كامل وعبد الخالق ثروت وكنت وتوفيق نسيم طول سنة الدراسة نتناوب الأولية في الامتحان فسنة أكون الأول وهو الثاني وأخرى بالعكس حتى كان امتحان ليصانس الحقوق سنة 1894 فظفرت بالأولية وكان ترتيبه الثاني وقد اشتغلت بالصحافة أثناء دراستي بهذه المدرسة فحررت مع مصطفى كامل في مجلة بين قوسين المدرسة التي أنشأناها ثم أنشأت مع لطف السيد مجلة الشرائع وهي مجلة قانونية فكنت أحرر فيها فصولا في القانون والاقتصاد وكنت ميالا بطبعي إلى المسائل الاقتصادية الهتاف بالدستور وأذكر أنني وأنا بالسنة الثالثة بالحقوق اشتركت مع مصطفى كامل في تنظيم مظاهرة للطلبة للمطالبة بمنح البلاد الدستور فاجتمعنا أثناء مرور الخديوي عباس حلمي أمام المدرسة وكانت وقتئذ في بنائها بشارع عبد العزيز فحييناه وهتفنا منادين بالدستور فلم يغضب الخديوي لهذه المظاهرة ولا لهذا الهتاف بل ابتسم ورد التحية واعتبر ذلك تشجيعا خفيا من سموه للطلبة وللحركة الوطنية التي كان يرعاها وقد كان الخديوي عباس في ذلك الحين شابا ميالا لتشجيع الشباب وقد طبع على تشجيع الحركة الوطنية ولذلك لم يكن غريبا أن يبتسم وأن لا يغضب بل على العكس كان يرى في تقوية الحركة الوطنية تقوية لعرشه وتدعيما لسلطته الشرعية إذ كان الهدف هو جلاء المحتلين عن مصر وحصولها على حريتها واستقلالها وكذلك نشأنا ونحن طلبة نشعر بأن واجبنا الأول حب وطننا وخدمة بلادنا وحب الوطن يكون بشيئين أن نتمسك بحقوقه ونسعى للحصول عليها وأن نعمل لتحصيل العلم لنكون جديرين بالاستقلال بل لنصل بالعلم إلى الاستقلال الحقيقي في الوظائف الحكومية تخرجت في مدرسة الحقوق سنة 1894 ومع أني كنت أول فرقتي فقد عينت في وظيفة كاتب بالنيابة بمرتب خمسة جنيهات وكان النائب العمومي في ذلك العهد ميسيو لغريال وكان وكيله مصريا معروفا بوطنيته وسمو أخلاقه يدعى حسن عاصم بيك باشا فيما بعد فمكثت بهذه الوظيفة زمن التمرين ولم أستنكف من ممارستي لوظيفة صغيرة يمارسها من هم أقل مني تعليما وثقافة بل كانت لي تجربة من تجارب الحياة التي لا بد منها وكان صديقي وزميلي عبدالخالق ثروت الذي كان يسبقني بسنة قد عين سكرتيرا للجنة المراقبة القضائية وسكرتيرا للمستشار القضائي وكان مرتبه خمسة عشر جنيه فنقلت بمساعدته إلى هذه اللجنة بمرتب ثمانية جنيهات فقضيت في هذه الوظيفة سنتين لم يزد مرتبي فيهما شيئا ولم أتبرم بالحياة على الرغم من أن هذا المرتب لم يكن يكفيني ثم عينت في بلدة إيتيال بارود في وظيفة مساعد نيابة بعشرة جنيهات وكنت أسكن منزلا بسيطا أعيش فيه عيشة متواضعة مع ثلاثة غيري من خريجي الحقوق أحدهم صديقي الأستاذ عزيز بيك خانكي ونقلت منها إلى طنطا ثم إلى المحلة ثم عدت إلى طنطا كانت هذه التنقلات في هذه البلاد الريفية بلا ترقية وبمرتب لم يزد عن عشرة جنيهات خلال أربع سنوات ومع ذلك لم أضق بنفسي معتمدا على الله وعلى انتهاز الفرص وذات يوم كنت واقفا في محطة طنطا فسمعت صوت محمد سعيد بيك بين قوسين دولة سعيد باشا رئيس الوزارة فيما بعد يناديني وكان وقتئذ رئيس نيابة الإسكندرية وعضوا في مجلس البلدية بهذه المدينة بحكم وظيفته فعرض علي أن أنقل معه بالإسكندرية في وظيفة التي أشغلها بطنطا فوفقت ونقلت في وظيفة مساعد نيابة وبمرتبي وهو عشرة جنيهات وبينما كنت أقوم بعملي يوما قرأت إعلانا في الجرائد أن وظيفة السكرتير إداري مجلس بلدية الإسكندرية ورئيس قسم القضايا فيها معروضة لمسابقة بعد عشرة أيام ومرتب هذه الوظيفة ثلاثون جنيها في الشهر فتقدمت إلى هذه المسابقة وكان سني وقتئذ ثلاثة وعشرين عاما وقد تقدم فيها أكثر من خمسين شخصا أكثرهم من المحامين الأجانب وكان موضوع المسابقة الكتابة باللغة الفرنسية فيما يأتي هل الأفضل أن تكون مواصلات مدينة في يد الحكومة أم في يد شركة أهلية؟ فكتبت في هذا الموضوع بإسهاب ورجحت أفضلية الإدارة الأهلية لأنها تؤدي إلى إتقان العمل والشعور بالمسؤولية وبينت أيضا وجهة النظر الخاصة بإدارة الحكومة كما فصلت كلتا النظريتين وفي اليوم التالي لهذه المسابقة سمعت أن اللجنة أعجبت بكتابتي وأوسط بتعييني في الوظيفة وبذلك ارتفع مرتبي من عشرة جنيهات إلى ثلاثين جنيهة مقتل بطرس غالي باشا مكثت في هذه الوظيفة عشر سنوات عينت خلالها سكرتيرا عاما للبلدية يحل محل المدير عند غيابه وقد كانت مدة وظيفتي كسكرتير لمجلس البلدية مدة أفادتني الشيء الكثير وساعدتني على شق طريقي بعد ذلك فما البلدية إلا حكومة مصغرة تشمل كل فروع الإدارة التي لها نظائر في الحكومة وكانت سنة 1908 فاختير محمد سعيد باشا وزيرا للداخلية في وزارة بطرس غالي باشا وكان سعد زغلول وزيرا للمعارف في هذه الوزارة وحسين رشدي وزيرا للحقانية وإسماعيل سري باشا للأشغال والحربية وفخري باشا للمالية وبطرس باشا للرياسة والخارجية كانت سني وقتئذ ثلاث وثلاثين عاما وكان محمد سعيد باشا يوليني ثقته وصداقته فأنشأ في الداخلية منصب سكرتير عام الوزارة ونقلني إليه وأسند إلي اختصاصات الوكيل وبذلك أصبحت رئيسا لكبار الإنجليز التابعين للداخلية كمدير السجون ومدير مصلحة الصحة والبلديات وكان لهذه الوزارة مجالسة منها المجلس الأعلى للبلديات فكبر على هؤلاء الإنجليز أن يحضروا جلسات المجلس على هذا الوضع بعد أن كنت مرؤوسا لبعضهم فلما حان موعد الجلسة الأولى بعثوا بوكلائهم لحضورها وأدركت ما يرمون إليه فأجلت الجلسة لهذا السبب وحددت موعدا آخر وبعثت إلى كل منهم بخطاب لحضور الجلسة القادمة وكان مستشار الداخلية واقتئذ رجلا يدعى مستر شتي وكان من عقلاء الإنجليز يحب صداقة المصريين ويميل إلى تشجيعهم ويرى في هذه السياسة مصلحة لإنجلترا فاجتمعت به وأخبرته بما حدث وهددت بالاستقالة إن لم يحضر هؤلاء الموظفون جلسة المجلس القادمة التي حددتها فاهتم الرجل بالأمر وبعث إليهم ولامهم على ما فعلوا ومن ذلك اليوم لم يتخلفوا عن حضور الجلسات قضيت سنتين في هذه الوظيفة وفي العشرين من فبراير سنة 1910 كنت جالسا ظهرا بمكتبي فاخترت بمقتل رئيس الوزارة بطرس غالي باشا على سلم وزارة الخارجية بمبنى وزارة الحقانية أشفقت من خطر هذا النبأ ووقع عندي موقعا سيئا وأسرعت إلى مكان الحادث فوجدت الرئيس منطرحا في فناء الوزارة وحوله حسين رشدي باشا وعبد الخالق ثروة باشا النائب العام وأحمد فتح زغلول وكيل الحقانية ووجدت إبراهيم الورداني وقد قبض عليه واستدعي الدكتور سعد الخادم فأخذ يسعف الجريحة وكان في النزع الأخير فحمل إلى مستشفى الدكتور ميلتون ويلخص الحادث في أن بطرس باشا اعتاد أن يخرج من النظارة في الساعة الواحدة بعد الظهر فخرج في ذلك اليوم وكان يصحبه حسين رشدي باشا وثروة باشا وفتح زغلول باشا ثم فارقهم عند السلم الخارجي وعندما هم بركوب العربة دنى منه الورداني متظاهرا بأنه يريد أن يرفع إليه عريضة وأطلق عليه رصاصتين وما كاد يلتفت حتى أطلق عليه أربع رصاصات فسقط مدرجا بدمائه بجوار عربته وحمل إلى داخل الوزارة وكان محمد سعيد ناظر الداخلية بين قوسين وزير الداخلية قد ركب قطار الظهر إلى الإسكندرية ليقضي راحته الأسبوعية فاتصلت توا بمحمد محب باشا مدير الغربية الذاك وطلبت إليه أن يبلغه بالحادث عند وصوله إلى طنطا ليعود إلى القاهرة فورا ففعل وقد عز على الخديوي عباس أن يقتل رئيس وزرائه لما كان يتمتع به من ثقته ومحبته وذهب إلى المستشفى يستفسر عن حالته ودخل عليه في غرفته وقبله في وجهه والدموع تملأ عينيه وكان المصاب قد تنبه قليلا فجعل يقول العفو يا أفندينة متشكر العفو يا أفندينة متشكر وأجريت له عملية جراحية ولكن لم تأتي الساعة الثامنة مساء حتى قضى نحبه وزارة محمد سعيد جلست في تلك الليلة ليلة وفاة رئيس النظار مع محمد سعيد باشا في منزله فقال لي والله طارت الوزارة يا إسماعيل فقلت له بالعكس فإنني أتنبأ بأنك رئيس النظار المقبل أقد حدث في اليوم التالي ما تنبأت به فعهد إليه الخديوي عباس تأليف الوزارة الجديدة فكان هو للرياسة والخارجية والداخلية وأحمد حشمت باشا للحقانية ويوسف سابا باشا للمالية وإسماعيل سري باشا للأشغال والحربية وخرج سعد زغلول باشا وفخري باشا من الوزارة وعين نجيب غالي نجل بوتر اسباشا وكيلا للخارجية وأنعم عليه بالباشاوية وعينت أنا وكيلا للداخلية وأنعم علي بالباشاوية أيضا وألغيت وظيفة السكرتيري العام لهذه النظارة كان السير الدونغارس في ذلك الحين معتمدا لبريطانيا في مصر وقد ساءت صحته في أواخر عهده فتوفي يوم الثالث عشر من يوليو سنة 1911 وجاءتنا الأنباء على إثر وفاته بتعيين اللورد كتشنر في مصر خلفا له وكان وقتئذ في لندن فأثار تعيينه قلقا في الدوائر السياسية والوطنية لأنه كان رجلا عسكريا جاف في الطبع ويميل إلى التدخل في شؤون مصر الداخلية وقبل حضوره إلى مصر في سفينة حربية أرسلت الوكالة البريطانية صورة من الخطاب الذي كان ينوي إلقاءه أمام القذوي وإذا به يشتمل على معاني تفيد رغبته في التدخل في صميم شؤون مصر كان هذا الخطاب غريبا ومحرجا للخديوي وللوزارة فدعى محمد سعيد باشا رئيس الوزارة حسين رشدي باشا وسعد زغلول باشا في منزله برمل الإسكندرية للتشاور فيما يكتب للرد على المعتمد البريطاني ثم استدعاني سعيد باشا فذهبت إليه وأخذنا نتشاور في الأمر لمعالجة الموقف بطريقة لا تضر مصلحة البلاد ولا تحملها فوق ما حملت من أعباء الاحتلال وسياسة المحتلين وكلفني سعيد باشا بكتابة الرد فوضعته بالفرنسية وكان هذا الرد هو الذي ألقاه الخديوي واجتمل على كل مقتضته الحال من بيان لموقف مصر فيما يختص بمحافظتها على كيانها الداخلي كتشنر يهدد الخديوي بالعزل على الرغم من رفضنا لتدخل اللورد كتشنر وخطابه الذي ألقاه أمام الخديوي فإنه كان لا يأبه بذلك وكان يتدخل في شؤون مصر الداخلية وقد كان تدخله مقصودا لمحاربة الخديوي وتوطيد سياسة الاحتلال وأذكر أنه على إثر تعيينه كتبت جريدة المورنينج بوست تقول إن اللورد كتشنر قد عين في هذا المنصب لأنه من أعظم الذين وضعوا أساس مركزنا في مصر واشتغل في عمل عظماء رجال الإدارة الذين كانوا قبله إن مهمة اللورد كتشنر أن يعيد النظام وأن ينشر التمدن مع محو الارتباك وإيجاد حكومة جديدة والحقيقة أن الرجل كان ينزع إلى الإصلاح ولكنه يتخذ الإصلاح وسيلة لتدعيم الاحتلال ونشر النفوذ البريطاني في البلاد وقد كانت الأوقاف الأهلية وقتئذ تابعة لديوان يدعى ديوان الأوقاف ولم تكن نظارة لها ناظر مسؤول بل كانت تابعة للخديوي رأسا وكان كتشنر قد علم بشراء الأوقاف أرض المطاعنة من ملك الخديوي بمبلغ ستين ألف جنيه وقيل إذاك إن هذه الصفقة فيها غبن وفيها محابات للخديوي فاهتم بالأمر ولما كانت المسألة دينية شرعية فقد سعى كتشنر لدى الباب العالي بمساعدة الأمير سعيد حليم الصدر الأعظم في ذلك الحين حتى حصل على موافقته وموافقة شيخ الإسلام وكان هذا الأمير معروفا بعدائه للخديوي وكانت وزارة الخارجية البريطانية قد تركت لكتشنر حرية التصرف في الموقف فبعث برأيه إلى رئيس النظار في تحويل ديوان الأوقاف إلى نظارة فلما بلغ الخديوي ما بعث به المعتمد البريطاني قال هذه مسألة دينية لا يحق لكتشنر ولا لحكومته التدخل فيها فكان رد كتشنر إذا كان الخديوي لا يريد الموافقة فأنا أسلم العرش للأمير سعيد حليم الصدر الأعظم واستدعاني اللورد كتشنر لمقابلته في دار الوكالة البريطانية بسبب غياب محمد سعيد باشا في ذلك اليوم بالإسكندرية فذهبت إلي فما كنت أدخل غرفته حتى وجدت القائد العام لجيوش الاحتلال في مصر خارجا من عنده فقال لي كتشنر هل تدري لماذا كان القائد عندي؟ فسكت وأدركت ما يعنيه من أن ذلك من أجل توقف الخديوي في الأمر ومعارضته لإنشاء النظارة المطلوبة ولما عدت من عنده أخبرت سعيد باشا بما حدث ودارت المخاطبات بين مصر وإسطنبول بواسطة سعيد باشا وحسين رشدي باشا وانتهى الأمر بتحويلها إلى نظارة أوقاف في نوفمبر سنة 1913 واختير أحمد حشمد باشا أول ناظر للأوقاف ومحمد شفيق باشا وكيلا لها وألف لها مجلس أعلى وعدلت الوزارة فاختير أحمد حلمي للمعارف وسعيد الفقار للمالية ومحمد محب باشا للزراعة كيف عينت وزيرا لأول مرة؟ كانت السياسة البريطانية ترمي إلى فصل مصر عن تركيا لا حبا في المصريين بل خدمة للسياسة الاستعمارية وتدعيما للسياسة الاحتلال لذلك عمل اللورد كاتشنر على توسيع اختصاص مجلس شورى القوانين وإعداد قانون نظامي جديد يحل محل النظام القديم الذي وضع سنة 1883 وقد صدر القانون الجديد سنة 1913 وهو يقضي بإنشاء جمعية تشريعية تحل محل مجلس الشورى وتأليف مجلس في كل مديرية واختير مظلوم باشا رئيسا لهذه الجمعية وعدل يكن باشا وكيلا معينا وسعد زغلول باشا وكيلا منتخبا وفي 22 ديسمبر من تلك السنة افتتح الخديوي عباس الجمعية بخطاب ألقاه بنفسه وفي الخامس من فبراير سنة 1914 سقطت وزارة سعيد باشا وكان الخديوي قد غضب عليه بسبب سكة حديد موريوت التي كانت ملكا لسموه والتي باعها سعيد باشا للحكومة المصرية بمبلغ 390 ألف جنيه فقط وكان الخديوي يعتبر هذه الصفقة غير مربحة وقد اتهمه بأنه كان يسير تبعا لمشهورة كتشنر ولا يحفل برأيه وكانت الحكومة الإيطالية قد عرضت على سموه أن تشتريها بمبلغ أكبر من هذا المبلغ لو لا موقف سعيد باشا واللورد كتشنر وقد تولى النظارة بعده حسين رشدي باشا فاختارني ناظرا للزراعة فأنشأت بها المجلس الفني الأعلى وكان الخلاف بين الخديوي عباس واللورد كتشنر قد بلغ مداه وهدده عدة مرات بإقصائه عن العرش وضيق الخناق عليه حتى كانت الحرب العالمية الأولى فكانت الفرصة سانحة للحكومة البريطانية لإعلان عزله وأرسلت إليه في اسطنبول تمنعه من الحضور إلى مصر السودان بين الإنجليز والخديوي عباس تحدثت عن مقتل بطرس غالي باشا رئيس النظار سنة 1910 وكيف كانت مكانته عند الخديوي عباس حتى إنه بكى لمصرعه وذهب بنفسه إلى المستشفى لزيارته وقبله في وجهه وهو يعاني سكرات الموت والحق أن بطرس باشا لم يكن خائنا لبلاده كما يصوره حادث مقتله أو على الأقل في اعتقاد قاتله فقد كان مخلصا لوطنه محبا لحرية بلاده وكانت له مواقف في الوزارة تدل على مبلغ إيمانه بحقوق أمته ورغبته في خلاصها من الأجنبي ولو لم يكن بهذه الصفة لما حاز ثقة الخديوي عباس الذي كان يشجع الحركة الوطنية والعاملين لها ويتمنى أن يكون على رأس أمة حرة مستقلة لا يسمها الاحتلال الهوان ولا يهدده المحتلون بالخلع عن أريكة البلاد بين حين وآخر كانت السياسة الإنجليزية تهدف من زمن بعيد إلى التدخل في شؤون السودان والاشتراك في حكمه أو على الأصح التفرد بحكمه دون مصر فعلى أثر انتهاء الحملة السودانية التي أقحم الإنجليز أنفسهم فيها مع الجيش المصري وكان على المصريين العبء الأعظم من تضحيات في الأنفس والأموال كما كان الحال دائما إذ لا يمكن أن ننسى أن الجيش المصري قد أبيد في حوادث الدرويش وهو تحت إمرة قواد من البريطانيين لم يحسنوا تصريف الأمور وعلى أثر انتهاء تلك الحملة سافر اللورد كرومر سنة 1898 إلى السودان وخطب في أم دورمان وفي الخرطوم خطبتين وضحت فيهما أغراض الحكومة البريطانية تلك الأغراض التي تضمنتها فيما بعد اتفاقية السودان فقد قال اللورد كرومر إني أعد نفسي سعيدا بمقابلتي لكم لأهنئكم على الخلاص من استبداد حكومة الدرويش بفضل ما أظهره السردار كتشنر وضباطه من الحذق في تدبير القتال وما برهنت عليه الجنود البريطانية والمصرية من الشهامة والثبات وقد شاهدتم العلمين الإنجليزي والمصري يخفقان على هذا المكان وفي هذا إشارة إلى أنكم ستحكمون في المستقبل بملكة إنجلترا وخديوي مصر والنائب الوحيد في السودان عن الحكومتين البريطانية والمصرية سيكون سعادة السردار الذي أودعت فيه جلالة الملكة وسمو الخديوي تمام ثقتهما واعلموا أن البلاد السودانية لا تستمد أحكامها من القاهرة ولا من لندن بل إن السردار وحده هو الذي سيقوم بالعدل فيما بينكم فلا يجب التعويل على أحد غيره ولست أشك في أنه يحقق أمانكم ويحقق لكم كل ما ترجون هذا ما قاله اللورد كرومر قبل اتفاقية السودان بعام وكان لهذه التصريحات الخطيرة وقع شديد في جميع الأوساط المصرية وأحدثت دهشة عند الخديوي وسائر الوطنيين والمسؤولين عن مصير مصر والسودان اتفاقية السودان ظهرت آثار تلك التصريحات في مشروع اتفاقية السودان فيما بعد وكانت إنجلترا في ذلك الحين أقوى دولة في العالم وهي الدولة الوحيدة واقتئذ في توجيه السياسة العالمية والتحكم في مصير الأمم ولم تكن المبادئ الحديثة التي نسمعها الآن قد خرجت إلى الوجود وكان احتلالها لمصر ما زال له سلطانه وخطره وكان المعتمد البريطاني له السلطة الفعلية في البلاد وكان يتدخل في الكثير من الشؤون كما كان المستشار المالي الإنجليزي يحضر جلسات مجلس النظار وكانت تركيا صاحبة السيادة في ذلك الزمان في دور الاحتضار وكانت سيادتها اسمية وكان نفوذ إنجلترا على ضفاف البسفور يماثل نفوذها على ضفاف النيل فكان من الطبيعي أن تطمع بريطانيا في مصر وأن تجرؤ على التصرف في أقدارها إن طوعا وإن كرها ولذلك كانت اتفاقية السودان بمثابة إملاء من الغاصب القاهر على المغصوب العاجز ومن القوي الجبار على الضعيف المكبل وحدث أن زار اللورد كرومر الخديوي عباس بعد رحلته في السودان وبعد تلك التصريحات الخطيرة التي ألقاها على أهاليه فأشار في حديثه معه إلى أن اللورد سالسبري وزير الخارجية البريطانية بعث إليه بمشروع اتفاق إنجليزي مصري يختص بالسودان وأنه سلم نسخة منه لوزير الخارجية المصرية بوتروس غالي باشا ومع أن عقد اتفاق سياسي مع مصر على هذا الوجه فيه اعتداء على السياسة التركية إلا أن الإنجليز لم يأباه بها لأنها كانت اسمية وكانت صاحبة هذه السيادة واهنة القوى ضعيفة الشأن أمام الإنجليز الأقوياء وكان مشروع هذه الاتفاقية قد جاء من لندن مكتوبا مهيئا للتنفيذ واستطاعت بريطانيا في هذه الظروف أن تجبر مصر على قبوله بحذافيره وأن يضطر مجلس النظار إلى قبوله سنة 1899 ومن الغريب أن الإنجليز بعد عقد هذه الاتفاقية التي حصلوا فيها على إقحامهم في حكم السودان قد طلبوا مصر بأن تدفع لهم نفقات الجنود الإنجليزية في الحملة السودانية وقد دفعتها مصر مرغمة ذكرت كل ما تقدم للتاريخ لأني لم أكن إذ ذاك قد بدأت حياتي العامة ولكني إذا ما ذكرت ذلك وذكرت اتفاقية السودان أشعر بأن سعي الأخير لبعث سيادة مصر على السودان وجعلها وحدة كاملة تحت التاج المصري مما كان قاب قوسيني أو أدنى هو سعي يشرفني إذا ما قارن القارئ ما كنا فيه في ذلك الحين بما كنا سنفوز به في مفاوضاتي الأخيرة اتصالي بالملك فؤاد كانت سياسة الإنجليز في مصر ترمي إلى محاربة التعليم وبخاصة التعليم العالي لأنه ينير البصائر ويدفع المصريين إلى محاربة الاحتلال والتمسك بالحرية والاستقلال ولهذا عندما ناجح مشروع إنشاء الجامعة المصرية الأهلية سنة 1906 لم يصادف هوا في نفوسهم وقام اللورد كرومر يحاربه ويدعو إلى إنشاء الكاتاتيب وينادي بأن الأمة في حاجة إلى التعليم الأولي قبل التعليم العالي ولكن القائمين بهذا المشروع لم يعبأوا بذلك وساروا في طريقهم بل إنهم استفادوا من الدعوة إلى نشر التعليم الأولي وقد تألف مجلس إدارة الجامعة الأهلية وكنت أحد أعضائه وكان من زملائي فيه المرحومون عبدالخالق ثروت باشا ومحمد علوي باشا وإسماعيل حسنين باشا ومرقص حنا باشا وعلي بهجة بيك وغيرهم وأجمع اختيارنا لرياسة الجامعة على الأمير أحمد فؤاد الملك فؤاد الأول فيما بعد وقد صادف ذلك ارتياحا عاما ولما عرف به من تشجيع المشروعات العلمية والعمرانية وكان له الفضل في نجاح الجامعة المصرية قبل أن تضم إلى الحكومة ثم بعد أن ضمت وأصبحت بجهوده المشكورة من أكبر الجامعات ومن جهة الشخصية يسرني أن أقول إنه كان أول اتصال لي بالمرحوم الملك فؤاد هذا الاتصال الذي نمى وكان له أثره العظيم فيما بعد سياسة الخديوي عباس تولى الخديوي عباس أريكة مصر وهو شاب وكان ولا شك وطنيا صميمة ولكن بعض نواحي سياسته وتصرفاته أتاحت للإنجليز زيادة الددخل في شؤون مصر وقد رأيت كيف أنه مكن اللورد كتشنر من التدخل في الأوقاف حتى تحولت من ديوان إلى وزارة وكيف أدى به السعي وراء المادة في مسألة سكة حديد ماريوت إلى أزمة بينه وبين الإنجليز وقد كانت الإشاعات عن تقرب الخديوي من الألمان ومساعدته للطاليان وتشجيعه للحركات المعادية للإنجليز وجمع الطوائف حوله مما أخافهم منه وكان له أثره بعد ذلك في إقصائه عن العرش وكان مما نبه الإنجليز إلى الخديوي عباس وزاد في حذارهم منه تلك الرحلة التي قام بها في الوجه البحري سنة 1914 وكنت وقتئذ ناظرا بين قوسين وزيرا للزراعة في وزارة رشدي باشا فقد أعدت هذه الرحلة إعدادا ضخما ووضع لها برنامج حافل بالاستقبالات والمظاهرات في كثير من المدن وتقرر أن يتناوب النظار بين قوسين الوزراء ورئيسهم مرافقة الخديوي وقسمت الرحلة إلى مناطق وكان من نصيبي أن أكون في معيته من إيتي البارود إلى الإسكندرية وكنت وقتئذ أتمتع بثقته بل بعطفه وحدث قبيل هذه الرحلة أن عرض مشروع قانون الجمعيات التعاونية الزراعية على الجمعية التشريعية وكان فريق من الأعضاء على رأسهم المرحوم سعد زغلول باشا معارضين في هذا المشروع وكانت وجهة الخلاف في تقرير رقابة الحكومة عن الجمعيات التعاونية فذهبت للدفاع عن رأي الحكومة في وجوب رقابتها على هذه الجمعيات كما هو الشأن في البلاد الأخرى واستطعت أن أفوز بموافقة الأغلبية كان هذا الفوز مما اغتبطت به كثيرا لاعتقادي بفائدته للمصلحة العامة ولأن الرأي العام كان قد اهتم الاهتمام كله بالموضوع وقد ظهرت آثار هذا الاقتباط على وجهي عند مقابلتي للخداوي في إيتي البارود فسألني سموه عن سبب انشراحي واغتباطي فأجبت ذلك يا أفندينا لأن حكومتكم قد فازت اليوم بمطلبها فيما يتعلق برقابتها على الجمعيات التعاونية وكنت أنتظر من سموه أن يبتهج بهذا الفوز وأن يهنأ وزيره على نجاحه ولكنه كان على العكس من ذلك ما كنت أتم عبارتي حتى عبس في وجهي وقال وماذا فعل سعد زغلول وسكت وأدركت من ذلك أنه كان عالما بما بيتته المعارضة في هذا الموضوع وقد بقي عابسا فترة من الزمان أغخان وعرش مصر سافر الخديوي عباس إلى اسطنبول في صيف ذلك العام وقبل أن تقوم الحرب العالمية بقليل وسافرت إلى فيشي وصادف أن كان معي سعد زغلول باشا ومصطفى فهمي باشا وكثيرون غيرهما وأعلنت الحرب الكبرى وقتئذ فبعث الخديوي استدعيني من فيشي إلى اسطنبول فلم أستطع السفر إليه في هذه الظروف وتوقعت أن الإنجليز سوف ينتهزون فرصة قيام الحرب لإقصائه عن عرش مصر وقد صح بعد ذلك ما توقعته فمنعوه من العودة ثم أعلنوا خلعه وكان أغخان قد حضر لمصر في ذلك الحين فأشيع أنه هو المرشح لعرش البلاد وأن الإنجليز سيختارونه ملكا عليها ولكن هذه الإشاعة لم يكن لها نصيب من الصحة واختير السلطان حسين كامل وأعلنت الحماية على مصر على نحو ما هو معروف الرقي الصناعي وكان المرحوم حسين رشدي باشا صديقا لي وقد زاملته في الوزارة في المدة التي توليت فيها وزارة الزراعة ثم وزارة الأوقاف فلما استقلت منها أثناء الحرب وصرت بعيدا عن قيود الحكومة أراد أن يستفيد من تجاربي فاختارني رئيسا للجنة التجارة والصناعة وكان الغرض منها ترقية الشؤون الاقتصادية وفي مقدمتها الصناعة لأن مصر في ذلك الحين كانت مكتفية بثروتها الزراعية وقد قامت هذه اللجنة بمهمتها على الرغم من أن الإنجليز كانوا يضعون في سبيلها العقبات وقد وضعت تقريرا هاما عن الصناعة والتجارة في مصر والنظام الذي يجب أن يقوم لإحياء الصناعات المصرية وترقيتها وكان هذا التقرير هو الدستور الذي قامت عليه مصلحة التجارة والصناعة ثم وزارة التجارة والصناعة فيما بعد وقد تضمن نظاما جديدا للضريبة الجمركية جعلها على صورة تحمي صناعات مصرية من المنافسة الأجنبية وكانت هذه الحماية هي أساس الرقي الباهر الذي وصلت إليه هذه الصناعات حتى أصبحت الثروة الصناعية في مصر ذات مكانة لا تقل في أهميتها عن مكانة الثروة الزراعية وقد كانت مصر إلى ذلك الحين بلدا زراعيا فقط اشتراكي في الجهاد الوطني وقفت رحى الحرب العالمية الأولى سنة 1918 وخمدت نيرانها بعد أن أشعلت أربع سنوات دكت فيها عامر المدن والقرى وأهلكت ملايين الأنفس وأذيعت مبادئ ويلسون الأربعة عشر تلك المبادئ الحرة التي تنص على أن كل أمة مهما صغرت لها الحق في اختيار مصيرها وتقرير الحكم الذي ترضاه بمحض إرادتها وحريتها لبثت مصر في انتظار تطبيق هذه المبادئ عليها بعد أن زالت غمة الحرب ورفرف السلام على العالم وكانت قد قامت بمساعداتها العظيمة للحلفاء في خلال الحرب ومنيت بسببهم بمتاعب شتى وعلى الرغم من اعتراف الإنجليز بهذه المساعدات فإنهم لم يفوا بوعودهم لها ولم تتغير الحال كنت وقتئذ خارج الحكم أشتغل بالاقتصاد العام فوجدت من واجبي نحو وطني في هذه الظروف أن أتقدم لخدمته وأسعى مع الساعين للحصول على حقوقه فبدأت بوضع مذكرة ضافية باللغة الفرنسية بلغت ستين صفحة ضمنتها مطالب مصر من إنجلترا وعزستها بالوثائق والمستندات وكان الوفد المصري وقتئذ في دور التأليف وحدث أنني كنت في الإسكندرية مع دولة محمد سعيد باشا فاجتمعنا بالأمير عمرتوس وفكرنا فيما يجب أن يعمل ورأينا من جهتنا أن نقوم بواجب الجهاد فاتصل بالمرحوم سعد زغلول باشا معتزمناه فبعث إلينا واجتمعنا به في فندق شيبرد بالقاهرة وتم الاتفاق على أن نتعاون معا في الوفد المصري أصبحت منذ ذلك الحين عضوا في الوفد فقدمت إليه المذاكرة الفرنسية فناقشها ووفق عليها وكانت هذه المذكرة بعد شيء من التنقيح في بعض نواحيها وتلقيصها هي التي قدمها الوفد المصري بعدئذ إلى مؤتمر الصلح بفرسي لا بد من قارعة كانت أعمالنا في مبدأ الحركة الوطنية مقصورة على تحرير الاحتجاجات والبيانات وكان الشعور الوطني متحفزة ولكن لم تكن هناك أي تحركة منا تلفت أنظار العالم ففي إحدى جلسات الوفد قلت لإخواني إني أشعر أن مساعين الحالية لا نتيجة لها ما لم يصحبها شيء يلفت الأنظار فقال سعد باشا وماذا تعني؟ قال لطف السيد يعني أن تقوم في البلاد قارعة فقال سعد بلهجته المعهودة التي كان يقلب فيها القاف كافة كارعة؟ ماذا؟ قلت أعتقد يا باشا أننا لا نصل إلى حقوقنا بالكلام فسكت رحمه الله وحدث في نفس اليوم أننا كنا مدعوين إلى حفلة خيرية بالأوبرا الملكية وكنا وسائر أعضاء الوفد في تلك الأيام نتغدى معه على مائدته يوميا وكان معاشرا أنيسا لطيفا وكان عطفه علينا كبيرا وفي المساء ذهبنا معا إلى الأوبرا وما كدنا نهل عليها وندخل بابها حتى دوت أرجاؤها بالهتاف والتصفيق واستقبلنا استقبالا باهرا دهش منه سعد باشا وقال لي في المقصورة التي كنت فيها معه بارك الله في هذه الأمة حقا يا إسماعيل لا بد من قارعة ومن هذه الليلة بدأت الثورة الوطنية عنوان انذار بريطاني كانت وزارة دولة حسين رشد باشا في الحكم وقد طلبت التصريح لنا بالسفر لمؤتمر الصلح فلم يوافق الإنجليز ورأت الوزارة أن تستقيل لهذا السبب وظل الوفد يحاول السماح له بالسفر فلم يظفر بنتيجة وتضامن مع الوفد المصري جميع الوزراء السابقين وسائر الرجال ذوي الكفاية لإدارة البلاد وامتنعوا عن الاشتراك في تأليف أي وزارة وبقيت البلاد بلا حكومة مدة من الزمان وكان لثروة باشا في ذلك موقف رائع وإن لم يكن موقفه الأوحد وقد كانت مصر وقتئذ تحت الأحكام العسكرية فاستدعانا نحن رجال الوفد المصري القائد العام للقوات البريطانية بفندق سافوي يوم السادس من مارس سنة 1919 وكان هذا الفندق في المكان الذي تقوم فيه عمارة بهلر في شارع قصر النيل وألقى علينا البلاغ التالي بالإنجليزية علمت أنكم تضعون مسألة الحماية موضعا مناقشة وأنكم تقيمون العقبات في سير الحكومة المصرية تحت الحماية بالسعي في منع تأليف الوزارة وحيث إن البلاد تحت الأحكام العسكرية لهذا يلزمني أن أنذركم أن أي عمل منكم يرمي إلى عرقالة سير الإدارة يجعلكم عرضة للمعاملة الشديدة بموجب هذه الأحكام وبعد أن أتم جنابه تلاوة هذا البلاغ هم سعد زغلول باشا بمناقشته فصاح لا مناقشة وتركنا وانصرف انصرفنا من سافوي وعدنا مع سعد إلى منزله وحررنا برقية إلى رئيس الحكومة البريطانية ردا على هذا الإنذار جاء فيها تعلمون أن وزارة رشدي باشا لما علقت سحب استقالتها على سفر الوفد قبلت استقالتها نهائيا وليس لذلك معنى إلا الحيلولة بيننا وبين عرض قضيتنا على مؤتمر السلام وقد نتج من هذه السياسة أن أعظم رجال مصر أهلية لإدارة البلاد في هذه الأيام قد رفضوا تأليف وزارة تعارض مشيئة الأمة التي أجمعت على طلب الاستقلال فالنتيجة الطبيعية لذلك أن تقع مسؤولية بقاء البلاد بلا حكومة على الذين وضعوا هؤلاء في مركز حرج أمام ضمائرهم وأمتهم غير أن السلطة العسكرية عمدت إلى تحميلنا مسؤولية امتناع المرشحين للوزارة عن قبولها وقد أنذرتنا السلطة اليوم وتوعدتنا بأشد العقاب العسكري وهي لا تجهل أننا نطلب لبلادنا الاستقلال التام ونرى الحماية غير مشروعة كما تعلم بالضرورة أننا قد أخذنا على عاتقنا واجبا وطنيا لا نتأخر عن أدائه بالطرق المشروعة مهما كلفنا ذلك وحسبنا أن نذكر لكم هذا التصرف الجائر الذي يجلب سخط العالم المتمدين حتى تفكروا في حل هذه الأزمة بسفر الوفد فيرتاح بال الشعب عنوان الاعتقال في مالطة اتخذت السلطة العسكرية البريطانية في مصر من رفع هذه البرقية إلى رئيس حكومة لندن مبررا لاستعمال القوة وظنت أنها بذلك ترهب المصريين وتزعزع عقيدتهم في عدالة قضيتهم وفي يوم الثامن من مارس سنة 1919 كنت أجلس إلى مكتبي في غرفة مجاورة لمكتب سعد زغلول بمنزله وكنت مشغولا بالكتابة فجاءني خادم الدار ينبئني بحضور ضابط إنجليزي فأبلغت سعد باشا ثم قابلت الضابط فسألني عن اسمي ثم سأل عن سعد باشا فأوصلته إليه ثم سرت إلى مكتبي وأسررت إلى جورج أفاندي دوماني بجمع الأوراق وإخفائها وكان الضابط قد طلب من سعد باشا أن يركب عربة عسكرية ثم دعاني إلى ركوب عربة أخرى وذهب بنا إلى ثكنة قصر النيل وفي الوقت نفسه كانوا قد قبضوا على محمد محمود باشا وحمد الباس الباشا وخصصوا لكل منا غرفة أمضينا ليلتنا في هذه الثكنة وفي الصباح طلبوا منا أن نستحضر من منازلنا ما يلزم لبضعة أشهر من أمتعة وملابس وسمحوا لكل منا باستحاب خادم وأركبونا سيارات عسكرية نقلتنا إلى المحطة حيث كانت عربة خاصة في انتظارنا فسار بنا القطار إلى الناحية الشرقية لم نكن نعلم أين يكون منفانا فلما وصلنا إلى الإسماعيلية واتجه بنا القطار نحو بورسعيد تنفسنا الصعاداء لأننا كنا نخشى أن يذهبوا بنا إلى الهند أو جزر الأوكيانوس أو جنوب إفريقيا ثم أركبونا الباخرة كاليدونيا فسارت بنا حتى اجتازت تمثال ديليسيبس ودخلت البحر الأبيض وفي هذه الأثناء صعد إلينا الضابط المكلف بحراستنا وأفهمنا أن وجهتنا مالطة سارت بنا الباخرة وفي الساعة التي اجتزنا فيها المياه المصرية قيل لنا إن البحر الأبيض المتوسط مملوء بالألغام التي بثها الألمان لبواخر الحلفاء كما قيل لنا إنه يجب أن نكون دائما على استعداد لكي ننجو بأنفسنا في حالة حدوث انفجار وأخذوا يدربوننا مع الجنود على طرق النجاح فكانوا يعطون كلا منا طوقا من الفلين ويرشدونه إلى مكانه في قارب النجاة المعين لنزوله في حالة حدوث انفجار في الباخرة ثم يمثلون لنا رواية الغرق بجميع أدوارها مرت رحلة البحر في أمان ووصلنا إلى مالطة فنقلنا إلى حصن عسكري وقد كانت حياتنا في هذه الجزيرة محوطة بالاحترام والتكريم وقد سمحوا لنا بالرياضة والقراءة وأعطونا نوعا من الحرية لم يكن لغيرنا من المعتقلين واخترنا لنا طاهيا ألمانيا يدعى ماربورغ كان له مطعم معروف بالقاهرة واعتقل خلال الحرب مع غيره من الألمان ولم نكن ندري ما حدث في مصر بعد خروجنا منها ولكن في آخر الأمر وبعد اشتداد الحال علمنا بها من بعض التلغرافات التي كانت تنتشر في مالطة فتفائلنا بما سيكون إليه المصير الإفراج عنه رأت إنجلترا أن لا سبيل إلى الاستمرار في هذه السياسة التي نتج عنها قيام ثورة خطيرة في البلاد فعدلت عنها وأعلنت الإفراج عننا يوم السابع من أبريل سنة 1919 وكنا وقتئذ جالسين نحن الأربعة في معتقلنا نتجاذب أطراف الحديث فدخل علينا ضابط بريطاني وقال لنا استعدوا للسفر غدا فقد أطلق سراحكم وسمح لكم بالذهاب إلى باريس اغتبطنا بهذه البشرى أي مغتباط وحزمنا أمتعتنا وكم كانت دهشتنا حينما صعدنا الباخرة فوجدنا إخواننا من أعضاء الوفد المصري الذين خلفناهم وراءنا في مصر موجودين على ظهر الباخرة ومتأهبين لاستحابنا إلى باريس فتعانقنا وسافرنا لعرض قضيتنا على مؤتمر الصلح شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء مع الجزء الثاني من مذكرات إسماعيل صدق باشا